بعد أن جدد تهديد الرئيس الأمريكي دولاندراهم بفرض رسوم جمركية على الصين استمرت أسعار النفط في الانخفاض وكان أبرز أحداث النفط خلال أسبوع الماضي حيث أعنت مملكة البحرين أن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي تم أكتشافها في الحقل النفطي الأكبر في تاريخ البلاد قد تتجاوز 80 مليار برميل أما عن آخر التسريحات الروسية إذ قالت أن المحتمل تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين أوبكو المنتجين المستقلين الرافضة وضع إطار زمن التعاون بين دول أوبك لفترة غير محدودة في حين أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن النفط والغاز سيمثلان 52% من مزيج الطاقة العالمي حتى العام 2040 أما عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فأعلنت أن أخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بـ 4.600.000 برميل في الأسبوع الماضي في مقابل أن أضافت ما يقارب 11 حفار للأسبوع المنتهي الماضي بالنسبة هذا لشركات الطاقة أما بالنسبة عن نفط الصخر الأمريكي حيث أرتفع الإنتاج الأمريكي خلال شهر يناير الماضي بحوالي 199.000 برميل يومياً مقارنة بمستويات شهر ديسمبر ليسجل الإجمال بـ 6.537.000 برميل يومياً يومياً